اكتر سؤال بيجيلي اعمل منتاج ازاي? وازاي يقدر استفيد من الماتيريال اللي انا مصورها وطلعها في احسن شكل? وازاي يقدر احط بقى الافكتس اللي بحطها? وازاي يتحكم في السرعة? وازاي يتحكم في ان اكتب كلام? يعني تفاصيل كتير. معظم الابليكيشن اللي موجودة على الموبايل طبعا ما بتبقاش كاملة وغالبا عليها ووتر مارك بعد ما بتخلص بتدي لك ووتر مارك عليها لما بتعمل اكسبورت للماتيريال. الميزة في الابليكيشن اللي انا جايبه النه ورده ان هو مجاني بالكامل. بالكامل بمعنى الكلمة. وفيه خصائص هيلة جدا في المونتاج مش هتلاقيها ببرامج كتير جدا مجانية. مستحيل تلاقيه ببرامج مجانية. البرنامج هو فيديو اديتر. فهو برنامج مخصص لتحرير الصورة وتحرير الصوت. وطبعا من المميزات انك تقدر تستخدم فيه كل اللي ممكن تستخدمها في برامج المونتاج للمحترفين. يعني لو انت بتمنتج على او على اي برنامج تاني هتلاقي تقريبا نفس الصفات وممكن ما تستخدمش اللابتوب خالص. ندخل مباشرة على البرنامج. البرنامج علشان نفهم في الاول كده اللي فيه كلمة فوقه كده اسمها ده حجم اللي انت تشتعل عليه او حجم البروجيكت اللي تشتعل عليه. لما بتدوس عليه كده بيطلع لك اكتر من انت محتاج الفيديو ده هتطلعه بعد ما هتطلع بعد ما هتعمل له اكسبورت وتخلص هتزيعه يوتيوب ولا انستجرام ولا اه ولا تيك توك ولا ايه بالزبط. فهنا بتختار الفريم بتاعك او السايز بتاع الماتيريال اللي انت هتعمل بيها اكسبورت بعد كده. لو بصينا على التايم لاين بتاع الابليكيشن هو تقريبا شبه التايم لاين بتاع معظم برامج المونتاج. وبرضه هو فيه كتير جدا من برامج منتاج المحترفين. يعني خلينا نبص. طبعا انا هنا فاتح بروجيكت وليه اكاونت موجود فعشان انا بشتعل عليه كتير. او بعمل عليه شغل. وكنت برضو بذكر كويس قوي عشان لما اجد ديكم فكرة عنه ابقى فاهم انا يعني مواصفاته ايه? اول حاجة لما بتدخل عليها في التايم لاين انا قريدي منزل الماتيريال من الجالري عندي ان تقدر تدوس على تدوس على البلاس اللي الموجودة دي علشان تزود ماتيريال تانية. وطبعا ممكن تدوس على الماتيريال نفسها وتعمل لو انت عايز تمسح ماتيريال. نرجع بقى تاني للماتيريال او الخصائص اللي موجودة في الابليكيشن. اول حاجة بتلاقيها وانت ماس تسمها تامبلت. تامبلت المقصود بيها ان انت لما تفتحها كده. المقصود بيها انه معلش ان قافل النت عشان خاطر اه مش يعني مش بدعم اللو دل تامبلت. المقصود بيها ان هو بيوري لك شكل. الشكل بيوريه لك ده بيقول لك ان الماتيريال اللي انت صورتها دي هو هياخدها هو هياخدها ويرتبها ويمنتجها على المزيكة دي بنفس الشكل ده. انا ما بفضلش موضوع تامبلت وبفضل ان انت تاخد الماتيريال وتمنتج الماتيريال بالشكل المليح لك اكتر. المناسب لك اكتر. طيب الحاجة التانية. انا دلوقتي عملت select the material. في حاجة تحت اسمها filter. لما بتدوس على الفلتر بتقدر تعمل color correction. بتقدر تعدل الوان الشاط ده. مش عايزه بالشكل ده. عايز اعدل الوانه. انت كمان بعد ان تختار الفلتر انت بتقدر كمان تعديل على التعديل ده. يعني على الفلتر. يعني انت عايز تعديل او عايز تعلي شوية بتاعك. عايز تعلي شوية اي تفصيلة جوه الماتيريال عايز تعليها يعليها. في حاجة اسمها apply to all موجودة تحت. apply to all دي المقصود بيها انت عايز التعديل اللي انت هتعدله ده. يتعدل على كل الماتيريال ولا على الشاط ده بس اللي انت حطه. نروح بعد كده للتاني. حاجة اسمها speed. speed دي حاجة عظيمة جدا انه مش موجودة في application كتير جدا مجاني. مقصود بspeed انك تقدر تكون ترول الشاط ده سرعته. عايزه سلو موشن. عايزه fast motion. عايز منه ايه بالزبط? ده مش سهل. يعني الموضوع ده مش موجود في application مجانية. صعب. طبعا لما بتدوس على 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 speed. اللي بيحصل ان انت بتقدر تحدد سرعة الشاط زي ما انت عايز بالزبط. فتقدر عايزه هنا آآ سلو سلو موشن عايزه fast motion زي ما انت عايز. بعد كده بتروح على حاجة اسمها split split المقصود بيه ان انا بقطع هنا. يعني انا الشاط اهو موجود. انا مش هايز اخده كله. مش هايز اخد الشاط كامل لحد الاخر. بعمل وبقدر من خلال يعني ده ان انا اقطع هنا وخلاص وبكمل. دوس كده على على الشاط. فهتلاقي ساهمين يمين وشمال زهره. الساهمين دول تقدر انك تسحب من الاين او من الاوت تقدر تعمل كواس جدا على مساحة الشاط ده او زمن الشاط ده انت عايزه قد ايه بالزبط? وبالتالي انك تقدر تتحكم كويس اوي في الاوت بتاع الشاط. بعد كده هتلاقي حاجة اسمها الف اكس. ده المقصود بيه اللي هو انا عايز اعمل ما بين الشاط والشاط احط اه حاجة اسمها مؤثرات انتقالية. اللي هو الف اكس. اللي هو انا عايز مسلا احط شاط ده مسلا شاط ده مسلا افكت تاني ده افكت تالت. انت كل شوية بتحدد الافكت اللي انت عايزه او الترانسيشن اللي انت عايزه بين شوت وبين التاني. دليت طبعا لو انت عايز تعمل دليت للشوت ده. اه تقدر كمان تكونترول الصوت. انت متخيل انك لو دست كده على الصوت. تقدر توطي الصوت الرئيسي. او تقدر تعليه. وبالتالي تقدر تعمل مكساج كواس جدا. لانك تقدر تضيف مزيكة وتقدر تضيف وهوريلك دلوقتي ازاي. هنروح بعد كده للنقطة التانية اللي هي البيجراوند. البيجراوند دي فيها ميزة حلوة. انك تقدر تخلي الشوت ده يبقى اصغر ويبقى ليه وراه. تقدر تخليها عادي زي ماها موجودة. او تقدر تختار لون. تخلي البيجراوند ده بلون ابيض اخضر اصفر احمر زي ما انت عايز. وطبعا برضو تاني لو يعني انت عايز كل الماتيريال دي يبقى ليها تمام? بعد كده بتقدر تعمل تقدر تقطع من الشوت زي ما انت عايز من اليمين من الشمال زي ما انت عايز. بعد كده تقدر تعمل روتيت. يعني تقدر تخلي الشوت يلف شوية يبقى واخد يعني لفة كده يعني ميلا تتحكم في اكسل شوت يعني تخليه يلف كده. تمام? بقى كده تعمل تعمل يعني تقدر تكونترول في شكل الشوت هيزهر قدام الناس ازاي. طب في حاجة عظيمة بقى حاجة اسمها فريز فريم. فريز فريم المقصود بيه ان اخد يعني انا بعمل بلاي هديك مسال. انا عمل مسلا فريز فريم هنا. عملت فريز فريم ما تعمل بلاي هيبقى فيديو عادي وبكيها توقف هتلاقي وكده انت عمل بلاي هتلاقي الشوت ده عند الحتة اللي انت عملت لها فريز دي بقى تفيكس وبكيها بترجع تكمل تاني فيديو عادي. جميل? طبعا انا هعمل اندو انا مش عايزها بصراحة يعني وبعد كده بندق نروح للحاجة اللي بعدها انك بتقدر تعمل كمان يعني اقدر اننا الشوت ده اعمله بالعكس سرعته تمشي بالعكس. تمام? زوم اقدر اكنترول الحركة بتاعت الشوت ينقدر اخليه بزومنج ينقدر اقدي له زي افاكت كده اخليه زوم وخلي الزوم ده كمان في موف يعني تعمله موف كمان موفمينت يعني تخليه مثلا زوم عاوت زومين في عندك بقى موف رايت في موف لفت انت انت كل اوبشن من ده على فكرة ده نادر وجوده في ابليكيشن فور فريم. نروح بقى على اللاييرز اللي موجودة فوق لاير الفيديو. في لاير فيديو فيه فوق مجموعة من اللاييرز. او اللاييرز انك بتقدر تضيف مزيكة او ساوند افاكس او ريكورد يعني بتعمل الفويس اوفر. المزيكة اللي الميوزك دي هتحط مزيكة تراك مزيكة. ما تفتح جوه هتلاقي فيه كزا تراك مزيكة تقدر تنزلهم عادي جدا وتستخدمهم عادي جدا واللي هو الابليكيشن بيدهم لك. النقطة التانية انك تقدر كمان تستخدم اللي هو المؤثرات الصوتية. انا عايز من نقلة لنقلة او مروح من حتة يعني من شط لشط بمؤثر صوتي. فيه كمية مؤثرات صوتية عندنا كتير جدا. ده مسلا مؤثرات صوتية للكارتون. لما نعمل بلاي لاول واحدة كده مسلا هاسمع ايه ده. بص. ده كارتونية شوية. ممكن اروح بقى لسان دفكت تانية. بص. طبعا تقدر تختار من مكتبة كبيرة جدا من المؤثرات الصوتية. اللير اللي بعده اسمه عايز تحط بقى عايز تكتب. فلنفترض انا هكتب بالعربي سامح سند. وعايز سامح سند دي تصغر شوية وتيجي على تحت كده في المكان ده. تمام? طبعا تقدر تحدد سامح سند دي كمساحة. هتروح او مكمل الحد فين? ممكن تشد من نفسي برضو اللي هم ما استهمين. بس اللير بتاع هتلاقي لونه ازرق شوية فاتح او اخضر على حسب ما تشوفوه لانا ممكن قنا عندي عامة الوان. فالمهم انه انا بسحب مسلا سامح سند دي فبكبرها بحطها على الشرط كله. طب ايه الاوبشن التانية? ايدت لما تدوس عليه مرة كده هتلع لك فوقي شوية تولز كده بتاعته او امكانيات ليه بقى للتكست للسابتايتل. فعندك ممكن تعمل ايدت يعني تعدل ثاني في التكست ده وتغير لون وتغير شكله ده ما انت عايز. ممكن تعمل موشن. موشن يعني ايه? يعني انا عايز ان ان التكست ده يدخل بحركة ويخرج بحركة. فمثلا اختار دي هتعمل فايد. اختار دي تعمل موشن. اختار دي تعمل موشن تاني خالص. كل واحدة فيهم تعمل موشن. كمان تتحكم في زمن الموشن بتاعه قد ايه? تمام? بقى دي حاجة عظمة العظمة ان هو في زي ده على الموبايل ايه بدي لك اوبشن ان بتعمل كيفريم. الناس اللي بتشتغل منتاج او محترفة شوية حتى في الافتر افاكت. عارفين ان ايه كيفريم? كيفريم يعني انا بدي نقطتين. وبقول لي الابليكيشن انه بدايتك عند الكي ده او عند الكيفريم ده ونهايتك عند الكيفريم ده. هو عايز خلال الاتنين دول يكون بيحصل شوية مؤثرات انا بحددها. فكون ان الابليكيشن ده قاري الكيفريم دي كارسة من كوارس الزاني. دي كارسة مش موجودة بابليكيشن الزانية كتيرة بس عشان نكون واضحين. بعد كده انك تقدر يعني تكرر التكس ده يعني او تدليت بقى خالص وان هنعمل دليت. اخر حاجة حاجة اسمها انك تدوس تعمل ستيكر. ستيكر المقصود بيها انك عايز تحط حاجة شبه اللوجو. يعني لو انت مسايف عندك لوجو او حاجة تقدر تحط اللوجو عن الماتيريال. فتدوس مثلا كده تقدر تحط اللوجو من الماتيريال اللي انت مختارها دي اللي انت سيب عندك الجاري. وتخلي اللوجو ده موجود على الماتيريال كلها زي ما انت حابب تعملها ازاي. النوطة بقى المهمة بعد ما خلصنا شرح سريع كده لكل التفاصيل دي. نروح على فكرة الاكسبورت. دي بقى العظمة. الاوتو. هو هيطلعها لك اوتو بنفس الماتيريال اللي انت مدخلها. انت مصور. اه بص يعني انا هو مصور هو. الف تمانين على ستين فريم في الثانية. اه بل ما لا انا عايزها من مانول بقى انا راجل عايزها من مانول مش عايزها انا عايز اختار براحتي. تقدر تختار من اي مساحة انت عايز تختار من خمسمائة واربعين سبعمائة وعشرين الف تمانين اه تو كي فور كي زي ما انت عايز. كمان تقدر تختار سرعة الفريم. اه سوري تقدر تختار عدد الفريمات. بعد كده هنعمل اكسبورت. الميزة بقى دلوقتي ان انا سايب الاكسبورت بيحصل قدامك وانت تتفرج معايا ومش بجرد الصورة وهتكلم معاك شوية. انا فعليا الشطات دي او الماتيريال دي على فكرة الكويت بتاعتها عالية. وعمل حوالي دقيقتين ونص تقريبا يعني. وتقريبا دلوقتي يعني خلاص طريق قربت خلص يعني. فالقصة كلها انه الابليكيشن ده لو انت فعلا عايز تحترف المونتاج براحتك. الميزة بقى المهمة اللي لازم تشوفوها في الجزء الاخيرة من الابليكيشن ده او في اخر حاجة في الشرح. ان الابليكيشن ده انت عايز ادامك انت ممكن تعمل للاكاونت بتاعتك. فبعد ما بخلص بقول له يعني انا عايزه يروح على طول يتبابلش في مكان زي مثلا فيسبوك زي يوتيوب زي ايه مكان? انت تحط الاكاونت. تقدر تحط التاجز. تقدر تحط التايتل بتاعتك. وتقدر كمان اه تختار انت الاكاونت بتاعتك في هنا او لما ندخل على الالبوم بعد كده تلاقي انه الموضوع تعمله بالهايك والتي بتاعته دقيقتين اه اتنين وعشرين سنة. صوت ممتاز. طلع. بجري. انا ما ضفتش عليه حاجات كتير. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير وخلي الناس تستفيد. ولوليك اي سؤال في الفكرة ما وصلتش اسألني وان شاء الله اجاوبك على طول. شكرا ويا رب يكون الفيديو مفيد لكم جميعا. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.